موسيقى بص يا سارة الشنطة دي فيها اتنين مليون جنيه هتحط في نص مليون في كيسة فارداني ونص مليون تانيين في كيسة فارداني برضو ونصين في كيسة ميجوز تمام؟ ونصين في كيسة ميجوز اي اختي نصين في كيسة ميجوز موسيقى تعرفي يا سارة ان الخسارة في السكرتاريا انت قطعة زيت لازم تمثل امثل؟ او تمثلي مما يعني اللي بيمثله احسن منك في ايه؟ هو التمثيل خمستاشر مفيش غيره خمسة حلاوة وخمسة زوجة وخمسة حفز وانت اللهم اصلي عن النبي عايزة بخرك من كتر الحلاوة وفي السهوكة؟ رقم واحد مرسيا نعمة طب وعد مني لو مسلتي هبقى انا اول واحدة في جمهورك ده احنا ايام وذكريات مع بعض طب فاكرة لما السهوكة كلتك وحبك للتطبيل طغة وخلاك تحطي للأستاذ خالد ارواح فبقه وهو بيترفع اما القدي طصك 24 ساعة حبس فاكرة انت حتى يومها كنت حتى البتاع الغريب اللي انت بتربطيه على دماغك ده كان لونه بنك مش اتسارق الكل كان طمام فيه والله يسارق اه ايام المهمة كنت عايزة اسألك على حاجة صحيحة فاكرة لما ادتك شنطة الفلوس تقسمها تلتة كياس كانت كيسة ميجوز لابويا وكيسة فراداني المريم وأكرم وكيسة تلتة اللي اسمها ايه دي؟ محروصة لانت فاكرة اسمها وفيها ايه لو فاكرة اسمها؟ لأ كده خدتي الخمسة بتوع الحافز فاكاري في موضوع التمثيل ده يا سارة ما تحرميش جمهورك منك جمهورك مشتاء مشتاء؟ مشتاء؟ مشتاء مشتاء … هيا بورام عملتي في الهومورك هومورك القضية اللي اديت لك يا محمد القضية اللي في ايدك لقيت فيها حاجة ولا ايه اه هنتعب مع بعض يا حمادة العقليات مش وحدة مصطفى قامل قالها الحياة مع اليقس ولا يقس مع الحياة مش عايزك تحبط عشان تما بتصدق امسك يا محمد يوميتك بص يا حمادة انا هطلب منك طلب بره المحامات امورين يا استازتي والله استازتي وفيها ليه في الاخر كده وانت ناسبني لنفسك قفلتني منك يا حمادة بعد كده اقولي نعمة على طول حاضر انا عايزك ترقب لي واحدة ايشي وعرفت مين الواحدة الجارة محسنة ابراهيم متولي مش هادتها في النيابة مرايحتني محسنة مين وجارة ايه ونيابة ايه الجارة محسنة ابراهيم جارة موكلنا اللي في القضية اللي هومورك اه لما انا سحبت منك القضية دي يا محمد هديها المحامي تاني مش قدي امكانياتك اصغر بكتير لا انا عايزك ترقب لي واحدة تانية غير محسنة بتعرفت سوق طبعا اصلا انا اشتغلت فترة سواء بس خبطت للراجل عربيته فاضربني ومشيني الله يطمنك انا بقى لو خبطت لي عربيتي لا هضربك ولا همشيك هحبسك يا محمد امسك ده مفتاح العربية اللي هتحافز على اكتر من عينك البيت بتشغل سكرتيرها في مكتب خريط لاشق وهبعط لك رابط الفيس بتاعها عشان تعرف شكلها اوعى تستحمر وتعمل لها اضافة محدش بيعمل اضافة لحد هيرقبه يا محمد حاضر بس انا لازم عدي على البيت عندي الاول لازم عدي المتين جنيد لهم اشي وانا هاجي معك عشان تعرف على مامتك جد في ايه محمد ملك مستغرب كده ليه محسسني ان مجيتي بيك وحدث اكينك هتدخل علمك وفي ايدك غندي يلا يا محمد هات المفتاح ده يا اهلا وسهلا ده نظرنا النبي النهاردة القهوة واستاذة تسلم يا حماد تسلم يا حماد ربنا يكرمك يا استاذة نعمة على اللي بتعمليه مع محمد ما تقوليش كده يا ستة مجد ده حماده ده اخوي الصغير وهو كمان ملوش سيرة غيرك ده كل شوية يقول لي ياما ده الاستاذة نعمة دي مفيش زيها اشتر محامية في الدنيا ومسميك الكدوة تسلم يا حماده برضو طب انا قو معنى مش هنا بقى تا مش تروحي فين انت جتي في ايه ومشي في ايه معلش انا جت毀ش نتعرف عليك يا ستة الكل وقولك ان ابنك ده ابنى حلال وان شاء الله تشوفيه تاني اشتر محامي في البلد احسنها محبش حتة التلميس تفوق على استاذه دي بتحز في نفسيتي ها 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 انستي ونوارتي يا حبيبتي يا ألفة اهلا وسهلا ألف سلامة يا حبيبتي يلا فضلي يا أستاذة مع السلامة يا حبيبتي أنستي ونورتي ربنا يخليك يا ستة الكولي هروح مشور وجي يامنا بالسلامة يا حبيبي فقولك إيه أنا فيك المتين محشرين في زوريو مردتش أقولهم قدام أمك عشان مصدمهاش فيك أنا كنت ظلم المحامين في الشركة يا محمد أنت فعلاً أهودك تقرف الله يسمحك يا أستاذة ما تعملش فيها مسكين أهودك تقرف بقولك إيه تروح تقضي المأمورية في سلام وساكينة وهدوء مش عايز أسمع غير كلمة واحدة المأمورية دن إيه زفت ما بترديش ألا يا التليفون لي يا زفت وقل المقبلة لأنت مقبلها لدي مش عايزكي في بيت يا نعم مش عايزيني في بيتك ليه يا ماريو أنا عملتلك إيه أنا بيكلمك على التليفون ما بترديش وجايلت لحد عنتك عشان مصالحك أنت وأكرم بعد ما قالي أنت وتخنقتوا على موضوع تافي ما عرفش كان بيكتب مذكرات إيه وكان بيحب بيت مين أيام الجامعة ما قالي كيش مين البنت اللي كان بيحبها أيام الجامعة